بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم يا جماعة نهاردة جاي اتكلم معكم بشكل بسيط عن نوع من اشهر الانواع اللي موجودة عندنا لوجع البطل يبقى هنتكلم عن المغص الكلوي ما نيجي نتكلم عن المغص الكلوي نقدر نقول بشكل رئيسي ان ده واجع بيبقى في الجنب الشمال او الجنب اليمين في البطن بيسمع في الظهر او الاعضاء التناسلية وبيبقى فيه حرقان في البول والمريض بيكون اشتكى قبل كده من حصوات او ام لا فلو انت جالك واجع في الجنب الشمال او واجع في الجنب اليمين وبيسمع في الظهر او الاعضاء التناسلية وفيه حرقان في البول وان انت ممكن تكون اشتكيت قبل كده من حصوات او املاح ارد نفسك على الطبيب فده مغص كلوي علشان تستطيع ان احنا نحل المشكلة بشكل اسهل ودي كده الاعراض الاساسية للمغص الكلوي عشان الناس بتتلغبط كتير جدا المغص الكلوي والمغص الازايدة وانواع المغص الاخرى زي مغص الجهازة الهضمي وواجع العضلات يعني واجع العضلات برضه ممكن يسبب لنا واجع في البطن عادي وواجع الحموضة نتكلم الواجع بسبب الحموضة وارتجاع المريء والاشياء دي وواجع السفرة وواجع الدورة دي كلها حاجات من ضمن الحاجات الاساسية اللي بتسبب لنا واجع البط لكن بالنسبة للمغص الكلوي اللي احنا لسه اليه فبشكل مختصر نقول ان ده واجع في الجنب الشمال او اليمين بيسمع في الظهر او حضاء التناسلية والمريض بيكون اشتكى قبل كده من حصوات واملاح وبيبعنده تاريخ مثلا مرضي في انه في حرقان في البول او صديد في البول او شيء من هذا القبيل شكرا لكم كان معكم الدكتور رحمة العطية دهشان استشارة تغذية في تركيا دمتم بصحة وعافية مع السلامة